العشرون من شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2024 هو الموعد المفترض لإجراءة تعداد سكان في العراق وهو الإحصاء الأول منذ 27 عاماً بعد إخفاق دهم أكثر من 16 سنة حيث تم تأجيله مرات ولأسباب عدة ومنها عراقيل فرضتها كتل سياسية أشيات على تمثيلها البرلماني حال تكشفت الأعداد الحقيقية لبعض المحافظات فضلاً عن خلافات سياسية بشأن شمول نوع المذهب ضمن البيانات المعلوماتية وهما تم إلغاؤه وفقاً لغزارة التخطيط التي قالت أن التعداد هو لغرض تنموي بالكامل رغم أن لسمارة التحوي خانت الديانة دون القومية والمذهب فيما تساءل مراقبون كيف يمكن للديانة أن تخدم فكرة التنمية في حين تعرقلها القومية والمذهب في ظل نظام مبني أساساً على المحاصصة ومصالحات لم يحدها العراقيون ولا تفارق السنة الساسة كالمكون الأكبر والأغلبية تعداد سكاني من المفترض أن يجريه العراق مرة كل عشر سنوات كما هو معمول به عالمياً إذ تم إرجاؤه عام 2007 إلى 2009 بسبب الظروف الأمنية ثم تأجل عشر سنوات دفعة واحدة وفي 2019 تم إرجاؤه مجدداً لعام 2020 لكن جرى تأجيله أيضاً بسبب جائحة كورونا وفي عام 2022 أعلنت بغداد نيتها تنفيذ التعداد مجدداً وما لم يحدث بسبب التخصيصات المالية الكبيرة التي احتاجها الجهاز المركزي للأحصى والبالغة 120 مليون دولار حيث لم تتمكن الحكومة من توفيرها حينها ويؤكد مختصون أن التعداد السكاني ضرورة ملحة حيث يعد المصدر الأول للحقائق السكانية اللازمة للتخطيط الاقتصادي والعمراني والخدمي ومع هذا يشكك المختصون من نجاح التعداد السكاني وجدواه في ظل تصارع الأحزاب على تغييب الكثير من الحقائق المجتمعية وبالتالي ستبقى البيانات مجرد أرقام تحفظ ضمن ملفات على الرفوب في علوها الغبار مشيرين إلى أن التعداد ليس لخدمة المواطن بل فيه جنبة سياسية وسيفتح الباب أمام مزيد من المزايدات ومحاولات تسويق أحزاب السلطة مزاعمها بشأن نفوذها في محافظات بعينها وتأمين مكاسبها من المغانم ترجمة نانسي قنقر